وللحديث عن لقاء رئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي في أستانا والدور أيضا الذي تلعبه تركيا في نزع فتيل أزمة أوكرانيا ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والصحفي التركي جلال ديمير حياكم الله أستاذ جلال أهلا بك أستاذ جلال يعني على هامشي قمة التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا التي عقدت في أستانا كما تعلم التقى الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي بوتين على هامش هذه القمة بداية كيف ترى هذا اللقاء وتوقيته والمناسبة أيضا التي جرى فيها بصراحة الزيارة كانت بعيدا عن الأجواء السياسية كانت جالية أكثر من ما يكون زيارة سياسية فلذلك الوزراء الذين شاركوا السيد رئيس أردوغان وزير الزراعة وزير النقل وزير الطاقة كان فريق تجاري فمن هنا حتى ظهر بيّن أن هذه اللقاء كان لقاء تجاري أكثر اقتسادي نقول لا نقول تجاري اقتسادي أكثر من ما يكون سياسي وحتى تم التركيز أظن أنه قبل اللقاء صارت تصريح من قبل السيد أردوغان أيضا بأن الجو هو الجو الاقتسادي وليس الجو السياسي فطبعا ضمن هذا تركيا تحاول أيضا أن تعزز وضعها السياسي على مستوى الإقليمي على مستوى الأوروبا بالتواصل أو باستفادة من قضية الاقتسادية أو القمح الذي أخذها تركيا من أوكرانيا فلذلك ممكن أنه نركز أو ممكن الجو الظاهر أو الرسالة الظاهر بهذه الزيارة هو اقتسادي أكثر من ما يكون سياسي إلى الآن تبدو تركيا ناجحة في هذا الاتجاه كما ذكرنا ولكن هناك البعض يقول أن قمة سيكا هي قمة موجهة لأطراف معينة وأعني هنا أوروبا وأمريكا في ظل الأزمة التي فجرها غزو روسيا لأوكرانيا ما رأيك؟ بالضبط يعني روسيا هي تحاول أصلا أن تدعم تركيا وتأخذ تركيا لأن تركيا فعلا أصبح في الفترة الأخيرة على مستوى الاقتسادي على مستوى السياسي على مستوى القوى العسكرية والقوى التكنولوجية دولة لها أسر في المنطقة وعلى مستوى الأوروبا أيضا فلذلك روسيا لا ترغب أو روسيا ترغب بأن تجلب تكون تركيا معها وأصلا روسيا لها خطرة استراتيجية الجديدة لروسيا أن تدعم تركيا أو خصوصا تصريحات بوتين كان حول ذلك أنه سنقوي تركيا وسنقوم بأن يكون تركيا دولة تنشر أو توزع الغاز إلى أوروبا دولة يكون للتوزيع يعني بمعنى سنعزز سندعم تركيا لكي يكون واسطة بين روسيا والأوروبا هذا لها طبعا أهداف الهدف الأولى روسيا تريد أن تجلب وتأخذ لأنه حاليا يوجد مشاكل أو اقتصادية يوجد مشاكل على مستوى العالم وخصوصا بخصوص الغاز هناك مشاكل عدة كثيرة في محظم الدول في هذه الوقت روسيا تريد أن تعزز وتدعم تركيا أو تكون مع تركيا لكي تجلب أيضا دعم تركيا لها ولكي تفتح أبوابها لأوروبا أيضا نعم هذا الدعم الروسي لتركيا كما ذكرت لن يؤثر بعلاقة تركيا بطبيعة الحال مع حلف الناتو التي تركيا عضو فيه تركيا سياستها دوليا على مستوى الدولي أنا برأي ناجحة جدا يعني الرئيس أردوغان سياسي زكي جدا وقوي جدا ولذلك في ملف سوريا وفي باقي الملفات السياسية أيضا وجدنا ورأينا تركيا تستطيع قادرة على أن تعمل التوازن بين روسيا وعمريكا بين باقي الدول المشاركة أو الموجودة في الساحة فلذلك أظن أنه تركيا طبعا أي عمل اقتصادي أي اتفاق اقتصادي يكون وراها أيضا فائدة أو رسالة أو توجه أو خطوة أمامية لنحية السياسية أيضا فلذلك بالنسبة لتركيا أصلا تركيا أيضا بالنسبة لتركيا هذه الاتفاقية نجاح لأنه بالنتيجة اقتصاديا سوف تنجح تضخم وخصوصا بعد الأقويو إذا تم الفتح خط الثاني فممكن أنه تركيا يكون قادرة على أن يستورد أن يكون عندها يعني يؤمن احتياجات الشارع التركي أو التركيا بالمئة عشرون فمن ناحية الاقتصادية هي قوة لتركيا في الوقت الذي كل الدول تعاني عن الغاس هذه النقطة هامة بالنسبة لتركيا وخصوصا باقتراب الفترة الانتخابية وأما من ناحية أخرى تركيا أيضا ممكن أن تمسك روسيا وتأخذ هذه الاتفاقية الاقتصادية من وراها تأتي ببعض الاتفاقيات السياسية أيضا في ملف أوكرانيا وكلنا نعرف أن تركيا فعلا أدت فعل فعال في ليبيا من ناحية الاقتصادية ومن ناحية حتى السياسية وفي سوريا أيضا فلاحقا ممكن تركيا تستفيد من هذه الموقع نعم يعني كما نعلم مساعي تركيا في هذا الإطار بالنسبة لموضوع القمح بالنسبة لموضوع الطاقة بالنسبة أيضا لموضوع حل حالة الأزمة الأوكرانية بين روسيا وأوكرانيا ليست وليدة اليوم يعني تركيا تسعى منذ بدء هذه الأزمة ولكن ما ضرورة وجود مثل هذه القمة التي عقدت في أستانا ما هي ضرورة وجود مثل هذه القمة تركيا لها استراتيجية جديدة ورؤية جديدة ودائما الحكومة تركز على هذه الرؤية الجديدة الرؤية الجديدة والاستراتيجية الجديدة للتركيا هي ممكن أنها يكون برنامج خاص نتحدث عن هذه الرؤية وهذه الاستراتيجية الجديدة ولكن الخطوات الجديدة الخطوات السياسية والاقتصادية التي تأخذها تركيا ضمن الاستراتيجية والرؤية لتركيا الجديدة فأظن أنه يعني هذا اللقاء الأستانا أيضا ممكن أنه أحد المبادرات اتجاه الرؤية الجديدة لتركيا تركيا تحاول أن تكون قوة ليس على مستوى الإقليمي ليس على مستوى الشرق الأوسط على مستوى أوروبا أيضا أن يكون لها أسر على كل الدول الأوروبية فأظن الخطوات التي تأخذها أو الزيارات التي يرجيها السيد أردوغان يكون ضمن هذه استراتيجية وضمن هذه القوة وأستنع أيضا ممكن أنه هذه خطوة أولوية ولكن على ما أظن ويبدو أنه سيكون هناك اتفاقيات جديدة من ناحية البنية التحتية من ناحية خصوصا الطاقة أو الغاز أو خصوصا التجارة سيكون هناك اتفاقيات جديدة نعم مع ذلك أكد رئيس التركي رجل طيب أردوغان على أن تركيا مصممة على المضي قدما في حل الأزمة الأوكرانية يعني كيف ترى إمكانية نجاح تركيا في إنقاذ العالم من كارثة حرب عالمية لربما تحاول بعض الدول الدفع باتجاهها أظن أنه ليس متحل لتركيا وليس لأنني تركيا أتحدث بهذه الطريقة ولكن فعلا تركيا أدت أو بزلت جهدها في أوكرانيا ما لم يعملها لا الناطو ولا الاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة ولا أي دولة أوروبية ما استطاعت أن تنفذها فهذا تدل على أن تركيا فعلا قوية سياسيا وقادرة على أن تنفذ بعض الأشياء فمن البداية تركيا كانت لها مسارات كانت لها تواصلات حول أن تحل أن تنحل القضية الأوكرانية بطريقة سياسية وبطريقة غير الحرب وأظن الأعلام العالمي كلها تحدثت أو تحدثت عن دور تركيا في إنشاء أو في لقاء سياسي وتم اتفاقية إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا وبحضور دولي وتركيا فأظن تركيا أثبتت أنها نجحت في سياستها أو في حل الأزمات هناك بعدة دول أصبحت أزمات دولية وتركيا بالتدخل تركيا انحلت نسبة هذه المشكلة أثبتت حضوراً هذا مثل ما ذكرت يعني ليس لأنني أنا تركيا وحدة هذا وقت أي دول كم العالم طرزة كل العالم الرئيس الروسي تحدث عن هذا الأمر وأيضاً أمريكا والدول الأوروبية إذن نشكرك جزيلاً شكراً للكاتب وصحفية تركيا جلال ذيمير أن كنت ضيفنا في الستوديو شكراً للمشاهدة